السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد. ازاي يا جماعة يا رب بتكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله جايكم فيديو جديد. الفيديو يعني النهاردة بازن الله جماعة الفيديو ديو تيبقى كويس جدا. ان الفرخ معك يشيل لحمة كويس. انت عارفين طبعا ان الجو النهاردة بده ان شاء الله هقولك على شوق خطوات كده علشان تتفادل موضوع ديوات. يلا كده يا جماعة استموا الله قبل ما الفيديو وعمل لك الفيديو علشان الفيديو ديوات انا عايزة يوصل لأكبر عدد من اللايقات. اللايقات يا جماعة بترفع الفيديو معانا. تمام? اللي مش عاجب الفيديو برضو يعمل ديسلايك. يعني المهم ان انت تخرج من الفيديو ديوات عمل لايك او ديسلايك. لو عاجبك تعملي لايك. يلا بنا. اول حاجة يا جماعة زي ما انت شايفين انا منورها المكان هوات مشغالها اللمبة. اللمبة دي هات مية في المكان اللي مش شايفينه دوت. يعني انا هقول لكم على كل حاجة يعني بالتفصيل اللي انا بعملها بالزبط. على اساس ان انت في يوم هوى زي دوت. اه تعرفوا انت بتعمل ايه. طبعا انا عارف ان انتو كلكو شطار واحسن مني كمان في التربية وعارفون كل حاجة. بس يا جماعة ما عليش اعذروا. لان في ناس لسه مبتدأة ومش عارفة يعني ايه. اه لسه يعني بدء جديد ومش عارفة يعني الخطوات بالزبط او نية مسلا في يوم هوى او في يوم شتة زي دية تعمل ايه. تمام? فاحنا يا جماعة زي ما انتم شايفين. انا اقفل على الفراخ. اه طبعا احنا الصبت. يعني عشان ما حدش يقول مسلا احنا بللوة لحاجة. لأ. احنا الصبت. بس الجو النهاردة بال. هعمل ايه? مش هطف اللاندة بقى افتح الشباك عشان الفراخ تشوف منجيلها بقى تتعب مني. لأ. انا زي ماني زي بقى اللاندة هيت. اي ده. اه انا اقفل على المكان. بس مش كات معلوم خالص. زي ما قلتلكم قبل كده. انا دايما بس بلوهم اه زي الشباك كده فوق. يعني حاجة صغيرة كده. بس اللي هي اتجدد لها من هاول. لان زي ما انتم عارفين. الفراخ يا جماعة ما شاء الله. اه يعني يطر شوية. اه ونفسهم. يعني يعني عشان ما يبقاش حامة على بعض. لازم ان انا افتح مكان يجدد لهم التهوية. تمام? علشان ما يعتصوش وجينهم عطس وبرد وكلام ده كلت. لازم يبقى فيه حاجة جدد التهوية. اي حاجة بس كده صغيرة. بالرغم من ان جوه هوا مش هنقول بقى لا ده انا هكتم خالص عشان الفراخ ما تبردش لأ. برضو لازم مهما كان هوا او مهما كان حتى جوه بشتي بس سبيلهم حاجة بسيطة خالص ان هي جدد التهوية بتاعكم. تمام? خلاص يا جماعة دي اول حاجة احنا اتكلمنا فيه. آآ طبعا ان شاء الله انا جاي لكم خلطة كويسة جدا للنهاردة. الفلطة دي هتخلي الفراخ يعني معاك على طول بتاكن. حتى الفرخة عنك آآ شهيته مقفولة على الاكل. ان شاء الله هنعملها و هنقول لكم ازاي تخلي الفرخة ياكل معاك كتير. الناس برضو يا جماعة اللي هي كتبعتها بتقول انا عندي الفراخة عندها شهر و آآ عايزة حاجة ان هي تفتح شهيتها او تزود الوزن معايا. ان شاء الله الخلطة اللي احنا هنعملها دي كويسة جدا ممكن تعمليه. آآ بس قبل ما اتكلم في الخلطة يا جماعة حاب اقول لكم قطة مهمة جدا. اهم حاجة الفرشة معاك زي ما انتوا شايفين طبعا الجو هو بار. يعني الفرخة مش ناقص ان يبقى نايم على على فرشة مبلولة او فرشة مش نضيفة او الكلام ده كلها ده. لازم يكون الفرشة انت شايفين طبعا المكان لو قدام كدوات. بالرغم من ان هو برضو يعني نضيف مش آآ مش متسخ قوي بس ان شاء الله بعد الفيديو هغير. انا مغيرتش على اساس ان انتوا تشوفوا كل حاجة معي على الطبيعة. تمام? يعني لو انت لقات الفرشة قدامك زي دي كده. حاول بقى ان انت اتغيرين. جدد. لو انت عندك نشارة حطولهم نشارة. طبعا النشارة متوفرة يا جماعة ويعني في محلات كتير بتوع الفراغ بيبقوا النشارة. آآ ما عندك ايش محلات في اللي هو بتاع المنشار دوت. آآ في ناس كتير بتبقى تروح تجيب من عنده. يعني هتلاقاها متوفرة. آآ احنا عندنا هنا ممكن التبن متوفر القشر متوفر. النشارة متوفرة. يعني كل حاجة ممكن متاحة عندنا. بس فيما يعني اماكن لا فاها تبن ولا فاها اش ولا الكلام ده كلها. آآ الناس اللي هي مسلا بتقول تبينفع الكاراتين. الكاراتين داشة تنفع يا جماعة بس هي هتظلمك. لانك هتتعاكم منك بسرعة وتبوش منك بسرعة. فبالتالي ان انت كل شوية هتعوز ان انت تنظف. فالافضل حاجة هي ايناع من النشارة ممكن تكون متنفع عليك شوية بس يعني هترايحك كتير. تمام? فاحنا الوقت يا جماعة يعني حبت ان انا يعني نبيكم بس لنوقت اللي زي ديت عشان تاخدوا بالكم منها. بالنسبة بس يا جماعة الناس اللي هي بتقول اينفع اربع للرمل ما ينفعش يا جماعة الرمل. الرمل هيسقع معك الفرق. الرمل في الشتاء بالزاد ما ينفعش. آآ لو في الصيف هقولك ماشي بس في الشتاء الرمل ما ينفعش. آآ تعالوا بقى يلا نشوف الخلطة بتاعتنا ان شاء الله اللي احنا هنعملها هتكون فيها ايه? دي يا جماعة العلف نامي. لسه مغيرتش طبعا للمرحلة الاخيرة. ويمكن ما اغيرهاش. يمكن اكمل الدورة بالعلف النامي دي يا جماعة اللي انت شايفينه قدامك دوات. آآ لان انا طبعا يعني آآ بعمل على طول قبل ما بجاء البحي الفراخ بعمل خلطات انية بتغير اللحم معي. وان شاء الله هعملها للكو يا جماعة آآ وهتستفدوا منها. لان الخلطة دي كويسة جدا. الخلطة ديت لو انت عمدت فراخة عندك هتغير الطعم من الفراخ البيضة للفراخ البلدي. واتبقى اطعم الفراخ البلدي كمان. آآ يلا بنسام الله بقى ونعمل خلطة بتاعتنا ان شاء الله. هتبقى خلطة جديدة ومميزة. كويسة جدا. الخلطة عبارة عن ايه? آآ دي يا جماعة الخلطة بتاعتني. هنعمل ايه? اول حاجة انا معي كيسة الخميرة اللي انت شايفينه دوات. لو انت حابة تجيب اللي هو الكيس الابو نص كيلو ويفضل عندك طول الدورة وهيفضل عندك مسافة يعني مسافة كبيرة. بس انا بجيب الكيس ده علشان اوركم انت تحط على الاتنين كيلو دولت. آآ دولت هو مقبول. تحط الاتنين كيلو على هم كيس ده هو مقبول. اما هم صغرين بتحط كيس على تلاتة كيلو. آآ دي مش الخلطة الوحيدة بس يا جماعة عشان تكونوا انتو كلكم عارفين. ده لسه في حاجات تانية كمان ان شاء الله هنحطها. بس اهم حاجة كيس الخميرة دوي. انت حابة تحطها على المياه ماشي. مفيش مشكلة. حطها على المياه. بس انا عشان الخلطة هحطه في الخاق في العالم. ده يا جماعة الكيس الخميرة اهوت. ده اول حاجة انا هعمله. بعد كده انا معي ايه? معي قصة التحنان انتو شايفينه دوت. ده الكيس ده بتنين جنيه بس كويس جدا. ولو فوات يعني كويسة جدا يا جماعة بتخلي فراخ تشيل لحمة معاك وكويسة جدا. يعني بدي الفرخ طاقة وبيزود معاك الوزن ومشاء الله يعني بيجيب نتيجة كويسة جدا معاك. تمام? مش برضو دي مش الخلطة الوحيدة. دي في حاجات لسه تانية ان شاء الله هنعملها مع الخلطة. ده يا جماعة الكيس الطحنة اللي انا هقلقها على العلف. اهو. كيس باتنين جنيه بس ما شاء الله يعني ومش هتغرم حاجة انت ممكن تجيب تعمله مرة في الاسبوع. مرة في الاسبوع. بس مش هغرمك حاجة. ده كيس باتنين جنيه. بس ما شاء الله يا جماعة يعني هو يعتبر له فوات كويسة جدا. ده يا جماعة معايا ده بركمان عسل بيفضل عندي برضو كل الدورة بحطه منه لتفرق. هنعمل ايه? هحطوله حوالي بس معلقتان عسل. ده بس كفيها كده مش اكتر. بس. خلاص كده يا جماعة احنا قلبنا الخلطة بتاعتنا اتجاوه اللي انا قلتلكو يا جماعة اتجاوه النهاردة ده ده واتجاوه ده واتمحتاج خلطة زي ده تدفي الفرح معاك وتخلي الفرح يوكل معاك كتير. هيوكل معاك كتير ازاي? طبعا انتو عارفين ان الخميرة آآ كويسة جدا بتخلي الفرح يعني بتفتح شهية الفرحة على الاكل. ويتخلي الفرح يشيل معاك اللحم جامل. آآ قبل كده برضو يعني معايا برضو العسل. آآ العسل يا جماعة يعتبر برضو فاتح شهية. آآ بيطهر المعدة معاك في نفس الوقت. آآ بيزود معاك الوزن. خلاف كده كمان ان هو مطهر المعدة معاك. آآ برضو يا جماعة الطحينة الطحينة يعني بتفتح شهية الفرح معاك وبتخلي الفرح يشيل لحم معاك. بتخلي الفرحة عنده طاقة. آآ بعد كده ان شاء الله ايه اللي احنا هنعمله هقلب كل اللي احنا عملناه ده كله على بعضه. انت او انت ممكن تلبسك ولا حاجة او انت خايف العسل يلزق في ايدك. بس هو انت بتهيقلك ان العسل هيلزق بس هو مش هيلزق. انا على طول يا جماعة بعمل الخلطة ديت بس ما كنتش حابة اطلع اقولها لكم. لانه كنت عملتها قبل كده وفي ناس قيلة الطحينة غالية. يعني هو كس بتنين جنيه يعتبر مش غالي ولا حاجة. قلت يا جماعة الخلطة اهيت. آآ طبعا زي ما قلتلكم مكة تروش العسل مع الاتين اتنين بس عسل. آآ الخلطة ايه ما ان شاء الله يعني لا في تلزق ولا في حاجة ولا حاجة. كلتا فرفتا بعضة. ودلوقتي هحطني الفراغ. وده جماعة الخلطة هيت احنا عملناها الفراغ. الفراغ دلوقتي بسم الله ما شاء الله هتبدأ تاكل. آآ يعني نصحة منها يا جماعة اعملوها على اقل مرقم في الاسبوع. ده كويسة جدا. يعني انا كنت بسم الله ما شاء الله في الشيتة ده بالزات كان عندي الفراغ. اقل حاجة كان بتشيل تلاتة تلاتة كله نصف. في الشيتة ده بالزات. لان الشيتة يا جماعة ببقى خلف الصيف. السفقة ايناعم انا معاك بتبقى فيه الاوزان قليلة شوية. آآ في الشيتة طول ما هو لفيان بيفضل ياكل. طول ما هو قاعد على العلافة ياكل. يعني طول ما هو لفيان يفضل ياكل. فانصحة من انت على طول تعملوها. محدش اهملها. كل الخلطات اللي احنا بنعملها دي جماعة ممكن تعملها على طول. الاسبوع ده تعملي في خلطتين. الاسبوع ده بعد بتعملي كامل في خلطتين مختلفين. يعني على طول دايما كده. ما شاء الله اعملت اللي احنا بنعمل فيديوات. هيبقى معاك تربية فراخ مفيش بعد كده من اه. اه دي يا جماعة الفيديو بتاعنا كده اعتبر انا خلصت معكم حابة بس اكلمكم اه انا بدأت لدورة جديدة. في فراخ اه فراخ بيضة. اه عمر يوم. ان شاء الله الدورة ديت هنبدأها من اول يوم لاخر يوم بازن الله معكم. علشان يا جماعة اللي حابب يجيب يبدأ يجيب معي ويربي. بازن الله الفيديو هينزل لكم النهار ده. اه قبل الفيديو ديوات ان شاء الله. اه بس حابة يعني ياريت كلكم تشوفوه علشان اللي حابب يبدأ يبدأ معي ان شاء الله. اه تاني يوم بازن الله هعمل لكم برضو يعني تاني يوم استقبال انا باستقبله على ايه? علشان كلكم برضو الناس اللي هي نسا ما بتدقى اجديدة تعرف انا يعني بدأ الدورة ازاي? اه الدورة دي يا جماعة اللي احنا بنصور فيها دلوقتي دي هتفضل عادية. ان شاء الله هستورها لكم برضو من او من غاية الاخر لغاية عمر الضبيح. ولغاية اه ما نجي نغير تعمل اه الاكل بتاعت الفراخ. هقول لكم برضو الفلطة بتاعتها. احنا بنغيرها ازاي? يعني ان شاء الله هفضل معكم للاخر بازن الله. انما الدورة الجديدة دي ان شاء الله برضو هتبقى الحبيب يا جماعة يجيب ويربي معي. ماشي. ناس كتير هتقول لي تبقى جوه برضو بقى واني مش هارف اجيب عشان بالعكس يا جماعة تربية الشتاء بتبقى جميلة جدا احسن من تربية الشتاء. بس هو اهم حاجة تدفية الفتخة بس معاكم. اه انا صورتها لكم ان شاء الله هيدزل لكم النهاردة. وبازن الله هعملوك برضو الاستقبال بتاعي. يعني هعملوك حلقة زي انا بستقبل الفراخ علشان تبضل كويسة معايا ما يموتش منها حاجة. وبازن الله اللي حبيب يكمل معايا بازن الله ان شاء الله هنكملها سوي. اه يا رب يكونوا الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا يا جماعة لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.